موسيقى برحب فيكن أعزائي المشاهدين بقضية جديدة من قضايا وبتمنى لكم عيد بربارة مبارك عليكم جميعا نحن اليوم بالعيد هل ستعطى زيادة الأجور للكطاع الخاص بعد إكرار سلسلة الرتب والرواتب للكطاع العام أم أن مليون عامل في الكطاع الخاص شغلتهم يدفعوا الضرائب والزيادات بحد أدنى لا يعيل أصفور شو دور الاتحاد الأمام العام بهالمجال هل اجتمعت لجنة المؤشر على ماذا اتفق أرباب العمل والعمال وشو هي مواضيع الخلاف شو رأي الاتحاد العمالي العام بزيادة أقصات المدارس الخاصة طبعا وشو بيعنوا الأهل اللي ما معهم يدفعوا وبيحبوا أن يعلموا لادة شو رأي الاتحاد بصرف العمال بشكل عشوائي من بعض المؤسسات والكبيرة جدا أحيانا شو رأي الاتحاد بالضرائب اللي نحطت وكيف وفق عليها قبل تصحيح الأجور للكطاع الخاص لأسئلة كتيرة مثل ما هي حال الاتحاد اللي تحول لخلية نحل لاستقبال المصروفين من العمل لكن اللي بيعرف رئيس الاتحاد العمالي العام بيعرف أنه الاتحاد بعهدة شخص إذا قال فعل وإذا وعد وفا بعهدة شخص بيعرف شو معنى ينام الفقير بدون عشاء ويموت المواطن بدون ما يتمكن من العلاج ويهاجر الشباب بدون ما يلاقوا فرصة عمل ما رح طول عليكم بيسرني بها الحلقة أنه استقبل مناصر العمال اللي بعرق جبينهم عم يكلوا لقمتهم مناصر الفقراء والمرضى والمكهورين شخص اعتنق لبنان مذهبه والدفاع عن قضايا العمل سر من أسرار الحياة إنه الدكتور بشار الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام أهله سهله فيك مبرحب فيك لك أنت وبتشكرك على هالمؤدمة الجميلة اللي خصيتني فيها الله يطول عمرك رئيس نحن شو ما حكينا عنك مقصرين لأنه منعرف الجهود اللي عم تقوم فيها وتارك كل أشغالك ووضع كل تقلك هك بقضايا العمل والعمال بالنسبة للمشاهدين بتمنى من هاللحظة اللي عنده أي سؤال بيحب يطرحه على رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشار الأسمر إنه فيه يكتبوا على الواتساب كتابيا على الرقم اللي رح يظهر من هاللحظة قدامكم وبعدكم إنه رح جرب رد على العدد الأكبر من الأسئلة اللي رح تتوجه لأله رئيس بدي اسألك شو عم بصير بهالعمال؟ ليش عم نلاحظ هالكمية الكبيرة من المصرفين بالعمل بهالأيام من مؤسسات كتير كبيرة بدون ما نسميها؟ حقيقة نحن عم نمر بالظروف اقتصادية كتير صعبة ناجي من واقع اقتصادي سيء بالبلد طبعا المحيط البلد كمان إله تأثير مهم على مجريات الأمور بالبلد بدءا من العمال السوري اللي هي العمال الوافدة بشكل كبير العمال الأسيوي العمال الأجنبية بصورة عامة تلقي بزلالة على الواقع الاقتصادي العمال الأجنب يرضون بالقليل ما بيصرحوا أصحابهم عن الضرائب عن الضمان الاجتماعي ما بيعملونهم إجازات عمل وهن كمان ما عندهم متطلبات الحياة الموجودة عند العامل اللبناني وبالتالي عم بيكون واقع العامل اللبناني سيء إياسا من هالمنطلق كان فيه دعوة للهيئات الاقتصادية لا تبادر إلى تحمل مسئولياتها بهالإطار نحن بنعرف أن العامل السوري اليوم عم بيقبض بين الثلاثين والخمسين دولار يوميته اللبنانيين أنا بعرف أنهم مستعدين وعم شوفهم يشتغلوا بهال بهالريتي الفرق أنه أصحاب العمل لازم يتحملوا مسئولياتهم ويبادروا إلى استخدام اللبنانيين إلا ببعض المجالات اللي هي الزراعة أو البناء اللي هي الغالبية العظمى من العمال فيهم من العمال الأجانب وخاصة السوريين وهيدي تاريخيا منذ الستنان يبقى أنه إذا أرباب العمل ما رح يتحملوا مسئولياتهم بهالإطار نحن أمام واقع اجتماعي مرير ويمهد لانفجار اجتماعي خاصة أنه بالها العمالة تزداد البطالي ويزداد الصرف وعم نشوف مؤسسات مصرفية كبيرة تلجأ إلى الصرف خاصة بهالظروف والحجة هي الاستغناء عن المعاشات العالية واستخدام هالجامعيين المخرجين جديد بنمط استغلالي طبعا الجامعي إذا بده يبلش عبيبلش ب700 للألف دولار وعم يشتغل بحدود 12 ساعة يومية لأنه هيقدر يوصل على عمله الساعة 8 بده يكون الساعة 6 يجهز نفسه ولا يخلص الساعة 5 إلى 6.5 سبعة لا يوصل على بيته فإذن عم نصرف أصحاب المعاشات اللي مقبولة لنجيب معاشات أقل ونستغله هذا شي مرفوض ورفضوا الاتحاد لعمالي العام وأطلقت صرخة ووجهت كتاب إلى حاكم مصرف لبنان بهالإطار وإلى رئيس جامعية المصارف الاستاذ جوزافتة راباية الحاكم الاستاذ رياض سلامة كان متفهم وقلف شبه الرجنة للتعاطي بهالأمور من نايم الحاكم الاستاذ سعد العام داري اعملنا جملة اتصالات نحن وياه ومنعتقد أنه شوي على الطريق السليم يبقى كمان أنه أطلقت صرخة كبيرة أنا وأخذت بعض المواقف المتشنجة وهي رسالة للبنوك للمصارف هو قطاع منتج ومربح يكاد يكون من القطاعات الأليلة المربحة ونحن منعتز فيه لهالقطاع طبعاً وقف قدام الدولة ساند الدولة بهالمرحلة العصيبة اللي عبتمر فيها نحن واجباتنا نكون حده وبالتصنيف العالمي منعرف انه المصارف اللبنانية اجيت من الأوائح نحن كعمال نعتز بالواقع المصرف اللي نحن فيه إنما بالمقابل من حاسبه حسب انتجيته وربحه ومن هالمنبر الكريم وعلى أبواب الأعياد الكريمة بدءاً بالإديس بربارة بقول إنه المصرفيين أن يتطعزوا من طفل المغارة ويعاملوا من قضى حياته بخدمة المصرف بتعب وبعرق شبينه يعاملوا معاملة جيدة ما يصرفوه بالعكس يحفظوا عليه ويكرمه لأنه عكس ذلك أنا لن أقف مكتوف الأيدي أمام الصرف من المصارف أو من المؤسسات المربحة بذكر من بعض المؤسسات السياحية الفنادق الكبرى اللي كمان عم تلجأ وعم نضطر إنه نتصل فيهم لحتى ننبههم على هالوقائع وهالأسبوع اللي فات اتصلت تقريباً أربع من كبار الفنادق ببيروت ونبهتهم إلى وقائع تضر بالعامل وإلى إجراءات أنا بخدها إذا صار فيه أي صرف تعسفي بالنسبة للميومين كنت معهم اليوم رئيس شو عملتوا؟ حقيقة هي أزمة هايدي عم بتتفاعل من سنة 2012 الميومين مفترض كان إنه يتسبتوا حسب قوانين كهرباء لبنان ونعمل اتفاقية بوقتة وتسوية نتج عنها القانون 287 اللي بينص على إجراء مباريات للفئة الرابعة والفئة الخامسة من الميومين اللي بينجحوا بيفوتوا على كهرباء لبنان والما بينجحوا بينعطوا تعويضات معينة متل كل شيء بلبنان القانون منه واضح هو يشمل الشواغر حددت الشواغر وقته بـ 700 بـ 897 وظيفة شاغرة صار فيه خلاف بعد منه على تفسير القانون هل هو هي الشواغر باستمرار يعني ما يشغر بكهرباء لبنان أو هي ما حدد مع صدور القانون سنة الـ 2014 وبالتالي صار فيه خلاف والأمور من وقته عم بتجر لأنه وقفت مباريات مجلس الخدمة المدنية وزع هالميومين على شركات تأمين الخدمات وهن أربع شركات وتصل يعني مكتسبات هالشركات إلى حدود المليار دولار خلال ثلاث أربع سنوات أحد هالشركات متعسرة مش عم تقدر تدفع المعاشات لم يجدد لها وبالتالي وهي من أكبر الشركات بلبنان مصير 1200 عامل مجهول بعدما وجهت لهم انذرات بأول هيدا الشهر حتى يتركوا العمل بأول السنة المقبلة وبالتالي عنا 1100 موظف متروكين لمصير مجهول علما أنه هيدا التالت شهر مبيق مضوع مع عشاتهم الأزم المستفحلي وينما كان منشوف عندك كمان شفنا هيك بلقاءاتك احنا ما راح نعددها اسم الله لأنه كتير يعني عم نلاحظ أنه المصروفين الخدمة بالأيام عم بيزيد أعدادهم بشكل مستعاط من مختلف مستعاط لاحظنا كمان مصروفين من الكطاع الإعلام صحفي ومصفين وغيره كمان هالكطاع هيدا شو عم بيعني على ما يبدو أنه بيخطر كمان الإعلام المكتوب قطاع إعلام كبير كمان في مصروفين بيوصلوا إلى المئة وخمسين تحت سطار إفلاس اقتصادي هذا الادعاء يعني موجود ألما أنه الهيئة فيه اتجاه لتصغير العدد الصحافة المكتوبة كما تعرف يا سيدنا بأزمة كبيرة من جهها منصرف تحت شعار الإفلاس الاقتصادي ومن جهة تاني مندعي لتوظيف كما نحكي بمعاشات متدكة كمان كان لنا لقاء مع هالصحفيين وتوجهنا نحو المسؤولين وبكرة أكيد فيه لقاء بكرة بالذات لمحاولة حل هالموضوع أو جزء من النوت وصلنا مع وزارة العمل كمان لنشوف هني بيدعو وزارة العمل من الميزانياتهم وكتاب يشرح واقع الصرف لحتى نحصل على هالكتاب ونحصل على الميزانيات كاتحاد عمالي العام حتى يبنى على الشيء مقتضاه واتبلغت اليوم كمان انه في كذا مؤسسة صحفية بطريقة الى صرف عمالة والصحفيين والموظفين عندها بالمطابع كمان بالمطابع الصحفية هذا واقع مارين عبنعيشه كمان فيه عندنا واقع اللي نتج عن المولات عن المولات السلطان ريزو السلطان اللي هو مربوط كمان بالاردن ومربوط بالكويت وكان لنا كمان موقف بها وجهنا كتاب لرئيس منظمة العمل العربي الاستاذ فايز المطيري وهو الكويت الجنسية حتى يساعدنا مع وزارة العمل الكويتي لانه هن من الاخوان الكويتيين الشركة الام بالكويت احوالها مرتاحة والكويت بعتقد كدولة الكويت تقف دائما الى جانب لبنان بمحاولة لايجاد نوع من صيغة معينة تنصف 300 عامل صرفوا كمان تحت البند الاقتصادي والافلاس دون اي فلس دون اي فلس ودون اي انظار هذه وقائع عام نعيشها يوميا وقائع عام نعيشها يوميا عام نجرب انه ما هو خارج لبنان كمان نتواصل مع وزارة الخارجية بهال اطار كمان ونتواصل مع سفير دولة الكويتي عام نعمل مجهود كبير لانه الواقع على الارض هو مرير واتمنى انه هالوقائع تتغير هلاء مع عودة الحياة الى الحكومة اللبنانية مثل ما حضرتك بتعرض وهالاتفاء اللي عم نشعر فيه بين الرئاسات السلاسة وينعكس اجابا وخاصة انه منفتقد نحن هالحوار كنا وهالتناغم اللي عم نحسه اليوم عشنا مرحلة مريرة يعني ولو ببداية عهد رئاسي جديد من التجاذبات ونتمنى انه هلاء التجاذبات تتوقف وانه العهد يقلع وهو ما في شك انه نحن بانيين امالنا الكبيري على هالعهد وانا بلغته لفخامة رئيس الجمهورية باسم الاتحاد العمالي العام انه نحن كعمال منعلق امال كبيري على هالعهد هو عهد الاصلاح والتغيير ونحن ننشد الاصلاح والتغيير واتمنينا علي انه هلاء هالجو الايجابي انه يباشر هالخطوات نحو بناء الدولة الحديثة اللي هي واحدة تنصفنا نحن كعمال منى القانون والقضاء والاصلاح هايدي اهم ما طلبنا هايدي اهم باعتقد من لقمة العيش اه في عندي تعليق شوقي لبوس بيقول بهمتك يا ابو الهمات بتهون اصعب المهمات بقى يعني الله يقوي يكون ويعطيكن الف عافية ان شاء الله يحكى رئيس انه نسبة البطالة بلغت اربعين بالمية هالشي صحيح صحيح مية بالمية وبالشمال كمان هالنسبة تتعدل الاربعين بالمية بتصل اكتر من خمسين خمس وخمسين بالمية بين الاناس فوق الستين بالمية منطقة ترابلس ومنطقة عكار تعيش مأساة حقيقية احنا بحاجة الى اربع خمس تلاف فرصة عمل بالشمال تتأمن سنويا مش عم يتأمن منها يعني شي ضئيل اكتر اقل من 20% من هالاعداد عم تتأمن ما في اي مشاريع بالشمال حالة فقر كبيرة هيدا لا يبشر بالخير وهيدا الواقع كمان ينسحب على البقاع باقل شوي الوقائع على الارض كمان لا تبشر بالخير كمان بظل وجود حالة تهريب كبيرة لمنتجات زراعية ومنتجات صناعية عبر الحدود السورية ويعني كل الامور عم نلاقيها الاجواء ملبدة بمختلف القطاعات القطاع الصناعي يعاني ما يعانيه المؤسسات بعض المؤسسات يعني بهالظرف الثلاث سنين حوالة 380 معمل ومؤسسة صغيرة موقفين العمل وصارفين العمال الصرف كبير عم نتواصل مع وزارة العمل نعيش ايام غير مريحة للطبقة العاملة انما بالوقوف مع بعضنا بالاتحاد قوة عم نجرب انه نخلق اشياء جديدة تحسن واقع العمل بلبنان جورج عيسى ريسي بيسألك كيف وفقتوا على اكرار السلسلة وفرض ضرائب فيها بالطال الفقراء ومسمى مثلا الهاتف بدهم ما يسمينهم نحن نعرفهم الاشياء هايدي نعم انه انتو كاتحاد عمالي كيف وفقتوا عليها نحنا كاتحاد عمالي عام كمان بالسلسلة منعرف انه السلسلة اخدت يعني وقت طويل حتى اقرت من العام 2012 وهالسلسلة حق وحق لهالناس اللي تعبت على مدى عشرات السنين من القطاع العام واللي ما تغيرت رواتبهم منذ العام 96 يعني في انها 30 سنة نحنا رفضنا الدرائب ونحنا رفعنا كتاب بهالاطار واقترحنا ضرائب بديلة بقول مثلا دراسة الواقع الجمركي مع دول اسيا وخاصة الصين وتركيا اللي فيه اعفاءات جمركية كبيرة او فيه عدم تقييم واضح لمستوى السلع يعني تقريبا من الصين نحنا منستورد بحدود الاربع مليارات دولار اذا اذا مبانت يعني مواد اولية اولية ومبان البسة ومبان اجهزة اليكترونية اذا بقلك انه الضريبة عليها تكاد لا تذكر ما بتصدق الناس وضعنا خطة بهالاطار نحنا ورفعناها لدولة رئيس الحكومي لابدا وتمنينا عليه اذا بنحط 10% جمارك اول شيء كمان بنحمي منتجاتنا الوطنية حقيقة حقيقة نحن بحاجة وقلت له لدورة رئيس مجلس الوزراء باخر لقاء مع الهيئات الاختصادية نحن بحاجة لخطة مارشل عادة بعد الحروب او بعد الازمات الكبرى تلجأ الدول الى عقد اجتماعي جديد صحيح مفترض يكون في عقد اجتماعي بيننا بين فرقاء الانتاج نحن والدولة واصحاب العمل يقوم على حوار منه موجود طيب الدولة اللبنانية ما عنده خطة لا خطة خمسية ولا خطة عشرية خطة اقتصادية ما فيه مبارح عم نلزم المكتب مكينزي بيرو مكينزي من احد اكبر المكاتب بالعالم لنوضح حوية لبنان الاقتصادية كمان بمئات الملايين من الدولارات بقى انا بيدعي حقيقة الى حوار جدي بها الاطار لانتاج عقد اجتماعي جديد قد يكون بكورتهلق المجلس الاقتصادي الاجتماعي لحوار بس الحوار بده نواية ما اننا نحط خطة اقتصادية واضحة للبنان تبعد شبح الضرائب عن زاوية الدخل المحدود اللي عاب يذكره الاخ عبر الواتس اوب صحيح مية بالمية انما احنا بوقت رفضنا الضرائب وانا عرد علي عند الرئيس الحريري وضهرت رفض ومبدأ انه يكون اتفقاء كمان اتناعش بالمية وتتأخر السلسلة رفضنا رفضا قاطعا احنا ورفضنا الضريب ال 11 بالمية وهلأ نحنا بكتابنا السنوي اللي رفعنا لدولة رئيس مجلس الوزراء قبل ما يستقيل طلبنا بوقف مفاعل ال 11 بالمية والعودة الى العشرة بالمية مع ضرائب بديلة واحد هالضرائب اللي انا قلت هلأ وطلبنا كمان انه نتزوج كاتحاد عمالي عام سنويا بالموازنة حتى يصار الى درسة خبراء حتى المواد والضرائب الفيال بتضر الشرائح المتوسطة وسوي الدخل المحدود والعمال نبدي رأينا فيها ونرفضها حتى لا يصار الى اقرارها بالموازنات التي تلك طيب من مشاكل السلسلة رئيس هو الخلاف المستجد بين المدارس الخاصة والليجان الاهل والاسادزة زودات ناس بيحكوا بمليون ناس بمليون نص في مدارس مليونين مليونين في لجان الاهل عام تقول انه هي ما رح توقع على هالموازنات المدارس شو بتعمل بها الحالة هاي دي؟ يعني هاي دي من احدى المشاكل انتو وين كن فيها؟ القانون 515 واضح انما يبقى دور لجان الاهل عادة لجان الاهل كانت تبقى تتعين بطريقة او باخرى من اصحاب المدارس الخاصة او بتفاهم معين وعادة الاهل ما كانوا يهتموا لهالوقائع هلا عمشوف نهضة بليجان الاهل نهضة مهم جدا لمواكبة القطاع الخاص خلينا نقول المدارس الخاصة حقيقة المدارس الخاصة هي صروح مهم جدا ساهمت بانهاض الواقع التعليمي بلبنا ما فينا ننكر انما هالصروح كمان بنفس الوقت بعض الاجزاء منها تحولت الى مؤسسات تجارية بحتي مفترض لجان الاهل ترائب اكتر الواقع الناتج عن القانون 515 هذا يعود اولا واخيرا الى الاجزاء الاهل والى الراعي اللي هو الدولة الى الراعي اللي هو الدولة معالي وزير التربيه مفروض انه عمل عدة اجتماعات انه لم تصل الى نتيجة مثل ما فهمت انا انه مفروض تكسف الاتصالات لانه حق المعلمين حقهم فينا نقول مطلق انما في خلافات ببعض المحلات على الدرجات وانا بحيي اضاقتك على هالموضوع مع الاب عزار ومع النقيب انما بيبقى انه مع اتحاد الى جان الاهل او مع اتحاد الى جان الاهل انما بيبقى هالمعالجة بدى حوار عميء انا مثلا طلعت عن سيدنا البطرك وطرحت حل جزء بهالاطار يعني حل يقوم على انه هالمؤسسات الدينية المسيحية بشكل خاص وراح اقول لصراحة انه تساهم ولو هالسنة بجزء من هالزيادة تحسم وتقدموا لهالتلميز الموجودين عنده المسيحيين وغير المسيحيين كبادرة وطنية وبادرة من المدارس الكاتوليكية اللي هي سبعين بالمية من المدارس الخاصة طبعا سيدنا يعني رحب متل ما على التعاون المسألي الى قدرة هالمدارس على تحمله الشيء او لا انا ما فيني بس انا كشخص انا رئيس اتحاد عمالي عام اتمنى انه المدارس السنة الكاتوليكية بصورة خاصة تساهم بشكل او باخر بحزف جزء من ما تعتبره مستحقات الى او حقوق الى كمساهمة لأول سنة وبهالوقت بيكون الحوار مستمر لانتاج وقائع جديد قد تكون مساهمة الدولة بهالقطاع الخاص رئيس سؤال الاخير بهالجزء ليش شو السبب مثلا اللي حطت اولاده بمدرسة خاصة هو عم بيوفر على الدولة لانه الدولة عم تدفع على كل ولد بالمدارس الرسمية عم بيقوله لحد الاربع تلاف دولار احيانا لحد الاربع تلاف دولار نعم نعم طيب حطه هو بمدرسة خاصة ما عم بيكلف الدولة يقول فرانك مع العلم انه التعليم حق وواجب على الدولة مسؤولية الدولة انه تتعلم لولاد اولاد اي شخص انما طيب ليش ما بتساهم الدولة بهالوقت الضايع هيدا بانتظار يمكن اقرار الاجور او اي حل تاني انضاج اي حل ليش ما بتساهم هي مسلا بجزء من انا بدي الفط النظر بس هون بهالمجال انه كمان يمكن المدارس الخاصة معفات من الضرائب وبدي الفط النظر لشغلة مهمة كمان باحد لقاءات مع دولة الرئيس نبيه بره ابدأ استعداده لحوار باطار مساعدة المدارس الخاصة بجزء معين وبالتالي انا عم بحكي اللي سمعته انا بدعي لحوار جاد حول هالموضوع هالحوار بده وقت بس نحنا صرنا باوائل السن الجديد لذلك انا كان اعتراحي على سيدنا البطرك وقال انا بنقله لامان السر للمدارس الكاثوليكية انه المدارس الكاثوليكية ببادرة كبيرة بحجمها بحجمها الصروح الكبيرة تساهم معنا السنة وخاصة انا عب بحكي من ناحيتي اللي انا لانه هالحوار سيؤدي الى نتائج انا بدي اتحملها لانه الاتحاد العمالي العام بمثل كل الناس صحيح بمثل تسعين بالمية او خمسة وتسعين بالمية من الشعب اللبناني يعني ما ينتج عن حوار الاسازي ولجان الاهل والمدارس سيعطي النتيجة بالشارع عند مين؟ عند اللي عبيتعلم وعند التلميذة عند الشعب اللبناني صحيح يعني فاذا انا كاتحاد العمالي عام ساتحمل نتيجة هالحوار وبالتالي طلبت من وزير التربية اني انا اكون حاضر بالحوار الا لا لا اسباب اجهلة انا بعتقد انه كمان الحوار اذا ما ادى لنتيجة يمكن المشاركة فيه هي نوع من المحال نحنا منتوقف اعزائي المشاهدين للاحظات ومنرجع منتابع معكم اشتركوا في القناة نتابع معكم اعزائي المشاهدين الجزء الثاني من قضايا مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر الدكتور بشارة نحنا محاضرين لك كثير اسئلة وعن بيجي كثير اسئلة بس رح جرب اسألك الاسئلة الانية اللي الناس هلأ بتحب تعرفها منشوفك بها الايام عم تشتنع كتير مع رؤسة الهيئات الاقتصادية وشو اللي يحبينوا تقولوه وبتطلعوا عند فخانة الرئيس عند دولة الرئيس عند رئيس الحكومة شو اللي بدكن تقولوه من هالاجتماعات الحقيقة انه قبل ما استقال دولة الرئيس سعد الحريري كان فيه اجتماعات اه متل ما قلت قبل اجتماعات لتصحيح الاجوظ ولرفع لحد الادنى للاجوظ اه دخل فيها كمان حاكم مصر في لبنان اجاب ممثلين عن الاحصاء المركزي وممثلين عن اصحاب العمل يعني الدكتور نبيل فهد والاستاذ سعد العنداري اللي هو نايب حاكم مصر في لبنان وكنت انا موجود مع خبراء اقتصاديين من الاتحاد العمالي عام واتفقنا بشكل او باخر على مبدأ رفع لحد الادنى للاجوظ انه هذا حق وضروري يصير خاصة انه لحد الادنى للاجوظ بالقطاع العام اللي هو ستمية وخمسة وسبعين الف متل القطاع الخاص صفى حد ادنى وهمي نعم الواقعي هو تسعمية وخمسين الف اقل موظف بالادارات الرسمية صار بالتسعمية وخمسين الف وطلوع وكان فيه نقاش حول واقع الشطور الهيئات الاقتصادية ترفض الزيادة على الشطور انما ببعض التوضيحات اللي حصلت واللي هيدا بقيهم متمسكين بموقفهم انما توضحت المواقف انه لا زيادة للحد الادنى للاجوظ دون زيادة على الشطور عدنا نحن ورئيس اتحاد الغرف بيروت وجبل لبنان محمد شقير كان ايجابي لحد ما الشيخ فاري جميل رئيس جمعية الصناعيين كمان عب سمي بالاسماء لانه بعض الناس كانوا كمان مش ايجابيين سلبيين كثير عب بعض الاجابيات انا نشأ من هالاجابيات حوار نقلنا لدولة رئيس مجلس الوزراء اسنى مستمروا بالحوار طبعا طالب بالنظر بعين واضحة الى الواقع الاقتصادي اللي نحن فيه بعد منا حصلت الاستئالة حصلت الاستئالة تدعينا خلينا نقول الى اجتماع وقررنا انه الاجتماع يكون بالاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية كلها وافقت مع نقباء المهن الحرة وحضروا الاتحاد العمالي العام لتأكيد دور الاتحاد العمالي العام الواضح حول انه هو الممثل الاقوى طبعا طبعا نتج عنه ورقة اقتصادية تطمينية كانت بها داك المرحلة انه نحن فرقاء الانتاج متضامنين بوجه الاتة اللي علينا الوقت ووقتا كانوا عم بيخوفونا من الاتة وعم بيهولو وغيرو رسالة تطمينية مثل ما قلت حول الواقع المصرفي حضر كبار المصرفيين حضر كبار التجار كل الهيئات الاقتصادية كانت ممثلة الصناعيين نتج عنه ورقة تطمينية للشعب اللبناني انه نحن متضامنين ونتج عنه كمان بعض التطمينات انه من حيث الاستخدام من حيث تخفيف الاستخدام للاجانب من حيث تخفيف الصرف يعني كانت بعض الامور المحددة بلغت لفخامة رئيس الجمهورية مع سناء على موقف فخامة الرئيس الحكيم اللي واجه فيها الازمة المستجدة اللي كانت تهدد بالاستفحال اكتر صحيح صحيح كمان دولة الرئيس نبيه بري نقلت هالورقة وتبلغ دولة الرئيس باجتماع كبير وجامع واسنع على هالورقة وفور عودة دولة الرئيس كمان طلعنا وكان لي انا مداخلة اسنيت على دور دولة الرئيس وتمنينا علي الاستمرار وهذا اللي عم نشوفه عم بيحصل لانه خروج دولة الرئيس بهالمرحلة خروج سيء وينعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني نعم بيظل هالتجاذب الكبير اللي عم نعيشه من دول المنطقة والذي ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي بالبداية نعم نحن وين هلا؟ نحن فورا عودة الامور الى نصابة سنبادر فورا الى دعوة الى الحوار تمهيدا لتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للاجور لا عودة عن هذا القرار انما حتى اقول كمان حتى اكون واضح اكتر مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي المأزوم وواقع بعد المؤسسات رح بيصير في درس انا هييت ملفاتي كله هييت الارقام اللي بدي طالب فيها هييت التقديمات المقابلة اللي بدي اعرضها كمان بالرفع الحد الادنى للاجور وتصحيح الاجور في تقديمات معينة كمان بتوازي هالزيادة ورفع الشطور على نواحي اجتماعية بتصيب العامل اللبناني ايجابا بها المرحلة انا ملف جاهز هلأ بدك تسألني ليه مدعيته لجنة المؤشر اكيد كنت بدي اسألت ليش مدعيته لجنة المؤشر انا بحب انه لجنة المؤشر مش تكون منبر لتبادل الافكار الغير منتجة يعني انا برأي انه اجتماعات مكسفة بيننا وبين الدولة واصحاب العمل عدة اجتماعات تؤدي الى نتائج منعقد اجتماعين او تليت الى لجنة المؤشر ومنعلن الاتفاق وهون اشير الى عرض قدمه حتى تكون كتير دقيق كمان اذكر بالاسماء مدير عام وزارة العمل عرض نتيجة مشاورات قام بها بوقتها عرض مقبول فين يقول لتصحيح الاجور انا رفضته كاتحاد عمالي عام بوقتها انا بدي احسن طيب ريس هلأ يحكى انه الامور رح ترجع لطبيعتها ويحكى عن اجتماع مجلس وزراء يعني بس يجمع مجلس وزراء معني تم فيه استيقالة وفيه بيان رح يعملوه وبتصور نحن هون منراهن على حكمة فخامة الرئيس ودولة الرئيس وكل المسؤولين انه يتجوزوا هالقطوع اللي ما رأى فيه لبنان يعني فين نقول تقريبا الامور مثل ما هي المعلومات المتوفرة بالاتجاه الصحيح بالاتجاه الصحيح طالما انه الامور بيتجاه الصحيح مثل ما الدولة زادت للكطاع العام وزادت للأسيد زي بالكطاع الخاص مش مفروض انه انا كمواطن عم بشتغل بالكطاع الخاص ليش بد اذا عندي ثلاث اولاد اولادي بالمدرسة رح يزيدوا اذا زادوا مليون ونص رح يزيدوا 4 مليون ونص وانا ما عاشي بعده مثل ما هو لبل بالعكس عم بيحملوني درائب تفئة لحقوني اذا حطط لي شيء عشرين مليون ليرة بالبنك لحقوني بالفويد من الخمسة للسبعة من الخمسة للسبعة لحقوني على التليفون على السجل العدي على المعاملات ما خلو شيء اذا بدي اشتري شقة اذا مجمع بعد شقفة ارض و بدي اشتري شقة لحقوني كمان اذا اديانت من البنك معفين الرسوم بس اذا بعد شقفة ارض بالجبل واشتريت شقة بالسيح لازم ادفع 14 مدرية يعني نسبة عالية من الرسوم من هالواقع ندعو الى وحدة التشريع كمان في واقع مهم انت فيك تشرع بالقطاع العام ما تشرع بالقطاع الخاص فيك تعطي ما تعمل وحدة تشريع بس عند المعلمين يعني ما يجري هو مضحك مبكي بنفس الوقت انت عبتعمل وحدة تشريع عند المعلمين المعلمين بالقطاع الخاص متمسكين بوحدة التشريع طيب والعامل بالقطاع الخاص هون بدي يقول لك استاذ نبيل العاملين بالقطاع الخاص يصل عددهم الى مليون شخص العاملين بالقطاع العام 300 ألف أنا عم تحمل ضرائب 300 ألف للمليون طبعا طبعا وهذا الشيء ما في عدل ما في عدل أبد 300 ألف اللي أبد عم يدفع ضرائب وحق ومطلق يعني أنت رئيس أنت المعركة اللي عم تعملها إذا بدنا نسمي ما رح نسميها معركة هي بفعل معركة هي معركة المليون عامل هي معركة المليون فقير معركة الناس اللي عم بيبيعوا أرضهم طي علموا لادهم ويكملوا لهم بالجامعات بتعرف قصة الجامعة دا يعني بالنتيجة الشباب معركة الشباب العام بيها هي معركة تلتين الشعب اللبنان وانت خط مثلها وقت لكنت رئيسة نقابة العمال بالمرفق وربحتها نحنا نتمنى أنه برئيسة اتحاد العمال العام لأنك انت بتعرف ألم المواطن وألم الموظف وألم الفقير في ناس مثل ما تفضل ونحنا منهم بقوموا الساعة خمسة أوقات طي ينزلوا على أشغالهم الصبح طي يقطعوا عاشقة السار ويقطعوا وكذا ويقدروا يوصلوا يعني العامل بالكتاع الخاص فعلا حقوقه هو مظلوم مظلوم؟ يعني بتلاقي بنات إذا بدي أحكي لك للمرضى قداش تقبط الفنداز لمعطرة اللي بتقعد 12 ساعة من الساعة 8 للساعة 8 ممنوع ممنوع تقعد يأكل من الحد الأدنى يترافق هالشيء مع الصرف التعصفي اللي مش موجود عند الدولة الدولة ما بتصرف بدك مجلس تقديبي صحيح؟ طيب ويترافق مع يد عاملة أجنبية لاي أشرت أنا أنه نحن قدام واقع اجتماعي مأزوم قد يؤدي إلى انفجار لذلك ما أنا نعالج الموضوع بحكمة من هالمنطلق أنا أنا بوقت السلسلة عملت إضراب وقفت دولة خمسة إياه لأخدت السلسلة هلأ مستهد صعد وأصل لمحلات وبي أحد الحوارات مع فخامة رئيس الجمهورية طلب مني قال لي بها المرحلة بالذات عمله معروف خلي الاعتصامات والإضرابات محصورة إلى حد معين لأنه ما بنعرف كيف الاستغلال بصير عم بقلك إياها صراحة من هالمنطلق بالذات اليوم أنا كمان اطلبت من الميومين المعتصمين أمام كهرباء لبنان ممنوع تسكير طرقات ووافقه ممنوع تسكير بواب بالمؤسسة ووافقه نحن ما ننتحل بحد مهم من الحكمة بهذه المرحلة بالذات إنما لا تصل إلى التحلي إلى التخلي عن مسؤولياتنا إلى التحلي بروح المسؤولية أكيد بس التخلي عن مسؤولياتنا تتجاه القطاع الخاص شيء غير مسموح القطاع الخاص لازم ياخد حقه مثل القطاع العام لأنه عب يدفع الضرائب مثله مثل القطاع العام هلأ نحن بحاجة لحوار حول سياسة ضرائبية جديدة أكيد حول واقع اقتصادي وخطة اقتصادية جديدة أكيد إنما آنيا نحن كمان بحاجة لتصحيح الأجور بالقطاع الخاص اسوة بالقطاع العام وبحده المقبول مريم معطوق بتسألك في مبدئيا إذا بدنا نحكي هيك بشكل واقعي متأمل بالزيادة للكطاع الخاص قريبة؟ لو ما متأمل والأمور عم بحكي كيف قطعت وجاني عرض من مدير عام وزارة العمل استير جورج أيضا كنوا موافقين عليها الهيئات الاقتصادية؟ نقل عرض نقل عرض نقل عرض إنما عرض بالحدود اللي تحت الدنيا بالحدود اللي مش مقبولة في زيادة على الشطور؟ ضمن هالعرض في زيادة على الشطور؟ في زيادة على الشطور؟ يعني ممكن إنه توصلوا لأ ممكن نوصل إلى حد معين حتى أنا إذا بدي أقول يعني ما بدي أنا مني عم بحر لا لا بكون أزعل سرا إذا أنا مثلا بعض العاملين بالقطاع المصرفي يعني باتحار المصارف استشارتهم يعني عم بستشير أنا الاتحادات الحوالي إلى أي مدى فينا نوصل نحن؟ كمان ما ننسى إنه في قطاعات كبيرة كمان رح تدفع الدرائب أستاذ نبيل وهي كمان خارج القطاع الخاص وخارج القطاع العامل هلأ مثلا في بعض التأديمات اللي عم نقولة مثلا نحن عم ندرس مشروع التعويض نهاية الخدمة اللي متبع بالضمان نستبدله بالتقاعد هاي دي إنجاز كبير وقطعنا شوط كبير نخلص من التعويض نهاية الخدمة المتبع بالضمان ونطلع إلى مشروع التقاعد اللي بيضل الإنسان يقبع التقاعد هو وعائلته حتى مماته هاي دي شغل كتير مهمة عبين درس كمان هاي دي وصلتوا لشي نتيجة فيه؟ صلنا قطعنا تقريبا 80% من المشروع وأنا عب بحضر جلسات اللي جان بمجلس النواب أسبوعيا هاي دي بفيما خص التقاعد الحماية الاجتماعية تأمن بالضمان الطبابة والاستشفاء حتى الممات من ابتداءا من 16 شباط الماضي الانون رقم 27 ومشي باقي كمان أنه كمان طمم بسئله كذا سنة هو بال أكيد أكيد بدي يكون فترة فترة العشرين سنة يعني أضاها متواصلة أو مش درور متواصلة أكيد متواصلة بلا تكون عمل متواصلة عمل متواصلة هلا بيبقى نقول الفط النظر لشغلة أنه حتى الناس لما عم تستفيد من الضمان أو التعاونية أو شي عم بيجري دراسة البطاقة الصحية لإطراحاتها وزارة الصحة كمان عم ندرسها هلأ بلجنة الإدارة والعدل تمهيدا لإقرارها وهي بتشمل الفريق اللي ما بيستفيد لا من ضمان الاجتماعي ولا من تعاونية موظفين الدولي أو من السنديق الضامنة مثل الجيش وقوى الأمن وإلى آخرين فيه فريق مثلا الزراعيين ما بيستفيدوا المهن الحرة الصغيرة ما بتستفيد يعني هيدا واقع لازم يستفيد من البطاقة الصحية اللي عم تندرس هلأ واللي هي بتجي بيعتقد مع شوية ضوابط ورح بتكون رسومة على الهاتف الخليوي عم ندرسها إذا فيه إمكانية لتطبيقة بحد أدنى كمان من الضرائب لأنه كل شيء عم يقترح باله ضرائب لأنه دولة تعرف مديونة والمديونية العامة تصل إلى 77 مليار دولار صعب بس نحنا حتى نكون كمان ما نحمل نفسنا نحنا السواد الأعظم من الشعب لا يتحمل ضرائب ولا يتحمل هالتطور الكبير بالمديونية العامة إذا نحنا منطلع من 2012 لل2017 زادت المديونية العامة 20 مليار دولار هل أنا مسؤول عن هال المديونية العامة أو حضرتك أو الشعب أو العامل فإذا سوء الإدارة الفساد التلزيمات المشبوهة هي اللي أوصلتنا لهالواقع المرير اللي نحنا فيه علما أنه مع كل هالواقع المرير أنت بتعرف استاذ نبيل لعننا كهرباء ولعننا ماء ولعننا صرف صحي ولعننا شواطئ نتمتع فيها لعننا بيئة لعننا مشروع لنفايات المبارح المنظمات الدولية عم بتحذر من الموت البطيء اللي عم نتعرض له من ترك النفايات وحرق النفايات ونعيش في بقر من النفايات إذا بتتطلع بتلاقي بيروت تعيش بين مكب برج حمود وبين مكب الكوستا برافا صحيح مئات المكبات بلبنان عم يحرقوها فإذا وبالجبال بجرود جبال وجرود البطرون عم ترمة بأجمل المناطق وجرود كسروان وتحرق يعني نحن أمام كارسي كبيري ليش لأنا دعايت إلى عقد اجتماعي جديد إلى حوار كبير إلى أن نعترف نحن بفشلنا نحن فشلنا بعد كذا سنة دولة قائمة بنفسها فشلت دولة تتلهها بالصراعات بين أصحاب النفوذ وعلى الأرض ما عندي شيء أنا أنا على الأرض ما عندي شيء فطورة الكهرباء بدفعها مرتين وما بيقدر ضوي وما بيقدر ضوي ضل خايف على الضو وراكد من محل لمحل من غرفي لغرفي طفي أحسن ما تتك الساعة الماء ما عندي طيب أنا بيسأل سؤال عن الماء مازال صهريج الماء تكفي لكل الشعب اللبناني لاي الماء لا تكفي هي أشئلي كبيرة صحيح؟ أنا ما عندي ماء وعم بيشتري صهريج وعم بيحكم لو أسيب نسبة 80% كمان طيب وين الصرف الصحي؟ ببيروت كمان نحن مصبار الصرف الصحي بدون أي تكرير بالبحر بالبحر أو بمجرى نهر بيروت يعني بين البيوت نحن فعليا نعيش مأساة هلأ بتقل لي مين بيعيشها؟ نحن الشعب اللي عم نعيشها متوسطي الدخل نحن الدخل المحدود العمال اللي معه مال مثل ما قلت له أنا أنا محمد شقير مش عاش بك بتركب بالطيارة بتروح بتشب ملاوة مش عاش بك لبنان بتروح بتصهر بقبرس وبترجع علما أنه الأستاذ محمد شقير شخص يعني مميز من حيث التعاطر بس أنا عطيت مثل عن المال نعم ومن له مال المسيح حذر من المال لا تعبدوا ربين صحيح المسيح سلم بثلاثين من الفضة مش بثلاثين من الزهب نعم فإذا رب الكون رب الكون فإذا هي دعوة للعودة نحن إلى تعاليم الإنسانية خاصة بها الأعياد الفضيلة لإنصاف الطبقة العاملة عودة للمسيح لتعاليم المسيح لتعاليم الأنبياء لإنصاف العامل للتحلي بروح المسئولية بالتعاطي معنا كطبقة عاملة للتحلي بروح النظرة بالتكافؤ مش بنظر لك أنا النظرة الفوقية وبلحظة بصرفك بتكون خدمت ثلاثين واربعين سنة بالمؤسسة لأنه إجاني واحد أرخص أو إجاني عامل أجنبي بستبدله أنا بالعكس مع العمال السورية ومع العمال الفلسطينية إذا كنا أرخص بس أنا بدي اللبناني أب نحن منى عن سوريين في مهن مثل المطاعم يا ريس مثل الأفران رح سميلك إيهم في مصانع إنه بتلاقي فيها نسبة عمال السورية وفي مصانع كمان ومهن أستاذ نبيل عبيشتغلوا اللبنانية بكل شيء وصار عندهم استعداد يشتغلوا بكل شيء صار عندهم استعداد يشتغلوا بكل شيء وهي المهن اللي حددتها وزارة العمل هي الزراعة الخدم المنزلية والبناء حددتها طيب وين كمان الدولة بس للأسف نحن مستمروا على مطاعم ما منلاقي واحد منلاهجتهم بنعرفهم بقى إنه عادي مهن فيهم اللبنانية يقوموا فيها السيد نبيل كمان فيه شروط للعمل في المطاعم نحن منعرف إنه فيه مدرسة فندقية صحيح عم نتبع المدرسة الفندقية يا ما حوادي صعب تصير بالمطاعم فيه ما ندر صحيح يا ما حوادي صعب تصير بالمطاعم فإذن وبالعودة كمان أنا عرفت إنه وزارة العمل هلأ رح بيصير فيها إن ده 35 مفتش جديد مريح بشوها الإنجاز ده شو بكفه هيدي هيكلية وزارة العمل نحن بحاجة لصورة بعالم الهيكل اللبناني نحن بحاجة ليسوع المسيح يحمل الصوت ويدخل إلى تجار الهيكل ويعود الهيكل بايت صلاة مش بايت لللصوص ريس نحن بنعرفك وكل اللي بيعرفك بيعرفه صدقك وصراحتك وشجعتك وإيمانك هيكل كبير بمطالب العمار والفقراء والبسطاء ونحن هلأ بعيد البربارة منعرف إنه حتى وبالأعياد المجيدة اللي قادمة منعرف إنه المسيح رب الأكوان وقته كان فيه خلق مطرح مبده الرب خلق بمزود وما كان في دفع ببرد بقى هيدا عطى مصولي للناس الفقراء وهودي هالناس حضرتك عم تمثلون أنت كرئيس الانتحاد عمال العام اللي ما عم بيقدروا للصراحة يكلوا خبزهم بعرق جبينهم لأنه ما عم بيكفي للأسف المطالب والضرائب كتيري شو بتبشر الناس أول شيء الطبقة المليون عامل بالنسبة لزيادة الأجور هل هي قريبة أم بعيدة حسب الاتصالات اللي قطعتها وحسب ما نبين إنه في عودة الأمور إلى طبيعتها مع عودة الأمور إلى طبيعتها أنا بقول بداية السن المقبلي قد تحمل الأمل لعمال لبنان بالقطاع الخاص هيدا هيدا بشرة بتصور سارة للجميع وحملون إياها اسألة هاك رح بيكون في تعديل للحد الأدنى للأجور تعديل مقبول للشطور مقابل تقديمات معينة اجتماعية تكون اجتماعية تكون موازية من حجم زيادة مثلا الأقصاد بدل المدارس زيادة التعويضات العقلية بالضمان عن الزوجة وعن الأولاد زيادة بدل النقل تخفيف الضرائب مثلا كمية الأجر الخاض على الضرائب نعلية نعم في جملة أمور مهيينة نحن كاتحاد عمالي عام لحتى تكون موازية كمان للحد الأدنى لرفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور والشطور طيب الشباب اللي عم بيهاجروا هاك بشكل يعني عم بياخدوا الشيادات عالية ومش عم بيلاقوا وظيفة بأكتر من ألف دولار وما بتعملهم شيء إذا لقواها من بعد مليون واسطة شو بتقلهم؟ إذا بدي قل لك وضعت ويمكن أولادك يوم الأيام يكونوا منهم ضمن مخطط تحرك الاتحاد العمالي العام بشرت اتصالات مع مدرة الجامعات والمسؤولين عن الجامعات من أجل خلق روح كمان من الخوار للتشبس بالأرض ولحتى اللبناني يقبل بالعمل اللي عم بيقوم فيه برا يقبل فيه هون تنحل جزء كبير من الأزمة بعض اللبنانيين بكندا عم بيشتغلوا على محطات البنزين أو بيشتغلوا بالسوبر ماركت هلأ عم نشوف جامعيين نحن أنا عم نشوف جامعيين عم يشتغلوا بالمطاعم عم يشتغلوا لإعالة أهلهم ولإكمال دراساتهم هيدا تطور كبير بالرئيسة منشجعه نحن عبر خوار وأنا رح بكنلي سلسلة بعدان من المحاضرات بالجامعات بهالإطار نحنا منقلك الله يقويك رييس دايما هيك بيخلص وقتنا بسرعة معك ما بعرف ليه يعطيك ألف عافية و الله ياخد بياتكم و إن شاء الله هيك تحققوا المطالب المحقة لعمال لبنان و نحنا سيئتنا كبيرين أنا بكرر ترحيبي فيك كعضو فاعل بالاتحاد العبالي العام الله يطول و مشهود له الله يطول عم و بتشكرك و بتشكر التلفزيون الكريم على هاللفته تجاه العمال بهالأعياد المجيدة نحنا إن شاء الله بيكون إلنا لقاءات أخرى معك ريس و بنعرف إنه بتقطع كل شي لحتى تلبي الدعوة أنا حاضر رهن إشارتكم نحنا بنشكرك و قلتول عمرك أعزائي المشاهدين نحنا بنشكركم على متابعتكم نتمنى لكم أعياد عيد بربارة مبارك بلتقي فيكم الأسبوع المقبل نهار الثانين ساعة سبعة ونص و بذكركم إنه يعاد بث الحلقة نهار الجمعة ساعة واحد ونص بعض الظهر فإلى اللقاء الله معك